السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم في قناتكم التعليمية قناة نون تعرفنا في أول فيديو من لغغامة فخانسيز على لكلاس غراماتيكال نان وده ترمينان وقبل ما نتعرفوا على بقية لكلاس غراماتيكال ارتأيتوا أننا نشوفوا توضيف ديال ذاك الشي اللي شفنا داخل جمال بسيطة أي دفخاز سامبل غنتعرفوا من خلال هاد الفيديو على جوج أنواع ديال لفخاز سامبل وهي الأكثر استعمال في الحياة اليومية كما أننا نشوفوا الفرق ما بين اون فونكسيون و اون كلاس غراماتيكال مساعدين؟ نوع أول نوع من الفخاز سامبل أي من الجملة البسيطة كيتكون فقط من عنصرين و لا فونكسيون ديال كل عنصر من هاد العنصرين أي الدور ديال كل عنصر داخل الجملة هما أولاً العنصر الأول عنده لا فونكسيون سيجي أي الدور دياله داخل الجملة هو الفاعل أي هادك اللي كيقوم بالفعل والعنصر الثاني عنده لا فونكسيون أي هو الفعل ديال الجملة أنواع الكلمات أي الكلاس غراماتيكال اللي قدروا يؤديوا الدور ديال لسيجي هي غالباً يأما أي مجموعة اسمية وكن قصدوا بها النون مع اللي ما شافش تعريفو الأصناف ديال اللنون ولي ديالترمينون نصحو توججه لفيديو غرامر فرانسيز لكلاس غراماتيكال الجزء الأول لكلاس غراماتيكال تانية اللي تقدر تدي الوظيفة سجي هي لبخنون أي الضمائر أما بالنسبة لفونكسيون الوظيفة فعل فهادي واحد الوظيفة اللي ما يقدري اديها غي أنفر بنيت بمعنى الكلمة اللي كتكون عبارة عن أنفر سواء خديناها بحديتها أي مستقلة عن باقي الكلمات كتكون لكلاس غراماتيكال ديالها هي وسباء اعتبرناها فوسط من شي جملة كتكون لفونكسيون ديالها حتى هي تسمى نتمنى تكون هاد النقطة واضحة على أين غر رجعوه في نهاية الفيديو الفرق بين لفونكسيون ولكلاس غراماتيكال ندوزو دابا نشوفو مثال من هاد النوع الأول من الفخص سامبل كم اكزامبل نشوفو لفخص سامبل لونفون بار الطفل يغادير كنلاحظو أن هاد الجملة البسيطة كتكون من عنصرين اللي هما أولا لونفون الطفل وهو الفاعل ديالجملة حيث هو اللي كيقوم بالفعل ديال المغادرة دانك لانفان هو لسجت ولكلاس غراماتيكال ديالو عبارة عن ان جروب نومينال حيث كيتكون من لارتكال ديفيني ل اللي هو عبارة عن ان ديترمينان زائد لنو انفان العنصر الثاني من الجملة ديالنا هو پار أي يغاديرو واللي هو عبارة عن لرب پارتير كونجوغي أو préزن ديالن ديالن واحد الملاحظة مهمة لرب بحال باختير سوغير لنقدروا نكونوا بالوسطة ديالهم واحد الجملة مكونة فقط من ان سيجي وان فرب وكتكون مفهومة الجملة وتامة بلما تحتاج لعنصر ثالث كيتسموا في اللغة العربية الأفعال اللازمة والعكس ديالها الأفعال المتعدية وباللغة الفرنسية كتسمى دي verbe intransitive بحال لما نقولوا الطفل غادر الجملة كاملة ومفهومة لكن إذا قلنا الطفل يضايق وسكتنا الجملة ما واضحاش لأنها ما كاملاش شنو كي يضايق هالطفل؟ يمكن لنا نقولوا الطفل يضايق أخته فاحنا مضطرين بش نضيفوا كلمة أخته اللي تعتبر مفعول به أي هي اللي كيتطبق عليها الفعل ديال المضايقة وهذا هو الفرق بين فعل لازم اللي ما يحتاش مفعول به بحال باختير وفعل متعدي لخاص ضروري مفعول به بحال le verbe deranger يضايق والإكيفالان ديال المفعول به في اللغة الفرنسية هو ما يسمى به le complement d'objet direct أو باختصار le COD le COD هو العنصر الثالث في النوع الثاني ديال الفخاص السامبل أجونا نتعرفوا لهذا النوع من الجمل بالإضافة للعنصرين sujet وverb اللي شفنا في النوع الأول من الجمل البسيطة كي ينضف لهم عنصر ثالث واللي la fonction دياله أي الوظيفة دياله داخل الجملة هي un complement d'objet direct أو باختصار un COD والدور دياله COD هو يكمل المعنى ديال الجملة بحيث نولي وعارفين على من كي يتطبق الفعل في الحالة اللي يكون عندنا un verbe transitif تعرفنا قبيلا على أنواع الكلمات أو الكلاس جراماتيكال اللي قدرو يديولينا الوظيفة ديال السيجي وديال الverb ودابا نتعرفوا على الكلمات اللي يمكنليها تدي الوظيفة COD الكلاس جراماتيكال اللي يمكنليها تدي la fonction COD هي الأصناف التالية أولا ولي قلنا عليه هو عبارة على أنواع لدترمينان ديالو وكامثال نشوفوا الجملة اللي دكرنا قبيلا لغارسان ديرانج ساسر الوالادو يوزعيجو اختهو هاد الجملة كتكوون من لسجي لغارسان حيث هو الفاعل اللي كيقوم بعمليات الإزعاج وكاللاحضوا دائما أن هاد لسجي عبارة عن ان جروب نومينال متكوون من لدترمينان ل ومن لنان غارسان ثم لدينا لغارسان ديرانج اللي قلنا عليه ستان لغارسان ديرانج اي فعل متعدد وبالتالي كيحتاج المفعول به وفي الاخير لدينا العنصر اللي كاتمارس عليه هاد العملية ديالالإزعاج اللي هو ساسر اي اختهو إذن ساسر هي وهو عبارة عن ان جروب نومينال لأنو متكوون من لدترمينان اللي عبارة عن لاجيكتف بوسيسيف او صفة الملكية سا اللي كتدلينا على أن هادك الأخت دياله هو ثم لدينا لنان سر ثاني صنف ديال الكلمات اللي يمكن اللي يقوم بالوظيفة السي او دي هما البخونو وكمثال على هاد الحالة نعتبر الجملة البسيطة كاريم لابردو كاريم فقده اي كاريم فقد شي حاجة او شي شخص الجملة متكوونة من لسوجة كاريم اي كاريم هو الفاعل اللي قام بالفقدان وكاللاحضو أن لكلاس جراماتيكال ديال هاد لسوجة فهاد الحالة هي عبارة عن ان غوپ نومينال اللي مختصر فلنان كاريم بدون إضافة لده ترمينو لأن كاريم عبارة عن ان نو بخوپ اي اسم شخص ميم كلي نش ندفو عليه ان ده ترمينو الفاعل ديال الجملة هو ا فقد وهو عبارة عن لفرب اي في زمن الماضي داك شعلاش ستعملنا معه هاد ا واللي هي عبارة عن الاكسليار افوار بشي دلينا ان انا كان تكلمو على زمن الماضي والكلمة افردو افردو هي عبارة عن بشي بش نتعرف على لسي ودي خاص نطرح السؤال شنو فقد كاريم والجواب هو كاريم فقد اي فقد شي حاجة اللي تكلمنا عليها غيب وسطة الضامير وبالفرنسي يقولنا كاريم لاب افردو ستعملنا الضامير ل ايدا هذا هو لسي ودي دينا واللي في هاد الحالة هو عبارة عن ضامير اي 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 وغنشوفو ان شاء الله جميع انواع لبنم في فيديو خاص بيها لاحظ ان بخلاف جميع الحالات الاخرى فهذا الحالة اي الحالة اللي يكون فيها لسي او دي عبارة عن اي اي كيكون المكان ديالو ما بين لسي جي او لورب بالعكس عن الحالات الاخرى كيكون لسي جي هو الاول اي لسي على لغوش ثم ياليه لذرب في الواسط ثم لسي او دي في الامين صنف الثالث ديال الكلمات اللي يمكن اللي يكون ان سي و دي هو الانفينيتيف اي لذرب في حالة غير مصرفة كمثال نعتبر لفخاص سامبل يريد الخروج الجملة كتكون من السي جي يل اي بامير الغائب هو ل لك 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 يريد الخروج اذا سوغتير هو لسي او دي ديالنا وهو عبارة عن الانفينيتيف اي لذرب سوغتير خديناه بلا من صرفوه وبهد شي نكون تعرفنا على الاصناف الثالاثة اللي مك اللي هت ادي لفنك سي او دي في الحالة ديال لفخاص سامبل بقي حاجة اخرى اللي يمكن لها حتى هي تكون عبارة عن ان سو دي واللي هي لابخوزيسيون سي بوغدوني لكن هادي ما دخلاش في الفخاص سامبل داك شي علاش ما غنشوفوهاش اليوم حتى الفيديو اخر بحول الله واحد الملاحظة هاد الافعال بثلاثة اللي شفنا فهاد الامثلة قلنا كتسمى افعال متعدية وبالفرنسية دا verbe transitif لانها كتحتاج انها تكون مرفوقة بان سي ودي شفنا الحد الان نوعين من الجمل البسيطة وبقي انواع اخرى بحال الجمل اللي توفر على ان كومبليمون دو بجي ان ديريكت والجمل اللي توفر في نفس الوقت على ان كومبليمون دو بجي دي وان كومبليمون دو بجي ان دي واللي غنشوفوهم ان شاء الله في الفيديو اللي غنحط فيها الجزء الثاني من هالدرس ودابا قبل النهاية اجيو نشوفو الفرق ما بين الفونكسيون وما بين كلاس جراماتيكال كيف ما وعتكم الفرق ما بين الفونكسيون وكلاس جراماتيكال هو انه كلاس جراماتيكال دي الامو كتكون ثابتة عمار هات بالدل وكتكون ملازمة للكلمة حتى ياخدينها غي يبو حديتها اي ماشي ضروري تكون ديك الكلمة تنتامل شي جملة الاخدينا اي كلمة كما بغت تكون وبغينا نقلب المعنى ديالها في ان ديكسيون كالقاوهم كاتبين قبل من الشرح ديالها واحد الرمز اللي كيعطينا لكلاس جراماتيكال ديال ديك الكلمة بحال هنا في الصورة كلمة في وضعين حداها الرمز ان اف اي نوم فمينا لكن جام تلقاو في شي ديكسيون اغررمز ديال سيجي او سيود الى اخره لان هادو سسان دي فونكسيون اي الوظيفة ديال كل كلمة داخل الجملة بمعنى يضربو البنت البنت عبارة عبارة ان ذرب اي فعل فهو كيشكل واحد الحالة خاصة لان سواء اعتبرناه في كلمة مستقلة وبغينا نبحث عليه في الدكسيون اغررمز ديال ذرب اي لكلاس جراماتيكال ديالو تسمى ذرب وحتى لاخدناه من وسط شي جملة وبغينا نعرف الوظيفة ديالو فوسط هاد الجملة كتسمى لفونكسيون ديالو احتهية فاغب وبهاد الشي نكونوا سالين الجزء الاول من هاد درس ترقبونا في الجزء الثاني ان شاء الله دومتم في رعاية الله ما تنسوش تشجعونا بالجم ديالكم تنخرطوا في القناة تضغطوا على الجرس بشتوصلوا بكل فيديو جديد وتبارتاجوا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش على القناة ديالنا لأننا نؤمن بقدراتكم وقر أذي زدني علما